موسيقى مع شوط من أشواط الزمول المحليات الأصائل في أمسية هذه الليلة مع انطلاقات سن الكبار نبدأ رحلة الناموس ونبدأ رحلة البحث عن الناموس هنا المقدمة يتقدم صوغان تعود ملكيتا لوزير بنغلام البلوشي هو من يسيطر على هذا الشوط رايل عنية في المركز الأول مسيطرا ومتقدما في لداء والمشاركة بينما المركز الثاني المركز الثاني نهاب يتقدم نهاب لسعيد بن حمد بن محمد بالعري الشامسي يصل إلى المركز الثاني يقدم نهاب في هذه المشاركة المركز الثالث قدوم وتقدم من قبل شهار تعود ملكيتا ليحيى بن علي الملعوي الاكتبي وصل في هذه اللحظة لينتزع المركز الثالث بينما نحن في أول الطريق في هذه اللحظات ونشاهد المركز الرابع نشاهد حشيم شمال بن محمد بن شمال الأغفالي الآن على المركز الرابع بينما المركز الخامس من الجانب الآخر يتسل الوالم لحمد بن حي بن محيل الكعبي واصل هنا في خامس المراكز هنا هجوم على المركز الخامس من قبل شعار راعي الشبلة هنا يتقدم مشاهدين الكرام الشبل سالب بن حمد بن دري الفلاحي مقدم صغان في هذه الانطلاق المركز السادس هنا هجمة أخرى مرتدة من قبل ملفت سعيد بن محمد بن صباح العفاري بينما المركز السابع يتقدم الآن في المركز السابع مداوي لسالم بن عوض بن محمد المزروحي أما المركز التاسع فيصل شعار بن غدير حيث حاملا تحديات قوية ووافي قادم حمد بن راشد بن حمد بن غدير هنا يتقدم الواثق ليقدم لنا وفي في هذه الاطلالة المسائية الجميلة والمركز العاشر نتابع هناك المسافري من يتقدم مع صغان عبدالله بن سالم المسافري يقدم صغان على المركز العاشر هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء مستمعين الأفاضل حيث نتابع ما يدور من تحدي ومنافسة شيقة بين هذه الشعارات ولكن المركز الأول المركز الأول لا يزال على المركز الأول ومقدما هذه التحديات عندك يوزير في صدارة هذا الشوط الله لا زال على صدارة وقمة هذا الشوط يزير بن غلام بن موسى لبلوشي يقدم صغان في المركز الأول حاضرا بكل تحدياته يبدأ فعليا بالتنافس الأول ثمانية كيلومترات يوزير ولا زال حتى اللحظة هو في مقدمة الشوط بينما شوف المركز الثاني المركز الثاني هناك تقدم واحتلال من قبل نهاب تعود ملكية سعيد بن حمد بن محمد الشامسي يصل إلى المركز الثالث يتقدمونها لزاخر لنيل الفوز والناموس والانتصار بينما هنا في ثالث المراكز هنا تقديم من قبل المداوي لسالم بن عوض بن محمد المزروعي يصل في المركز الثالث وافي الان يخطو خطوات الثبات نحو المقدمة وواثقا من خطواته مع الواثق حمد بن راشد بن غدير يدير عملية تضمير وتدريبه الدونيمو يسير الان إلى المركز الرابع وافي 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 أما المركز الخامس فياتي الملعاي من الجانب الآخر يحيى بن علي الملعاي الاكتبي يحتل المركز الخامس يقدم لنا شهار في هذا الموقع على المركز الخامس بينما المركز السادس وصولا وتقدما من شعاري بن دري هذه اللحظات يأتي صغان لحمد بن سالم بن دري الفلاح الشبل ينضم إلى قافلة الناموس ينضم إلى قافلة الإعلام أما المركز السابع فهناك وجود من سابع المراكز وهنا يتقدم ملفت سعيد بن محمد بن صباح العفاري احتل المركز السابع لكن هنا هجمة أخرى من خلال وجود غازي سلطان بن حمد بن عميرة الشامسي يتدخل الان على المركز السابع الجريء في المركز الثامن ويأتي مع مرعي لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي بينما المركز العاشر عندك بن درويش يتقدم في هذه اللحظات مرضي تعود ملكيتا لراشد بن سعيد بن حمد بن درويش المنصوري هكذا هي النتيجة أيها المشاهدين الكرام للمراكز المتقدمة لازلنا في الجولة الرئيسية الجولة المسائية الرئيسية لسن الكبار يعني تعتبر أشواط عمالقة من أشواط الكبار في منافسات هذه الليلة ولكن نعود إلى المراكز الأولية وشاهد التغيير اللي طاره وجرى بدلان نهاب ينهى بالمراكز مركز تلو الآخر ويتقدم إلى المقدمة والصدارة سعيد بن حمد في مقدمة هذا الشوط لسعيد بن حمد بالعراء الشامسي يسيطر على مقدمة الصدارة بينما القادمين وافي 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 قادم وافي تعود ملكيتا لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير يصل في هذه اللحظات ليحتل المركز الثاني يتقدم ينتزع المركز الأول بدل ما شاء الله تبارك الله سريعا إلى مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني غازي غازي واصل كذلك مع السلالة الهملولية هنا يتقدم سلطان بن حمد بن عميرة الشامسي يقدم لنا هنا في هذه اللحظات هذا الاسم هذا العنوان هذه السلالة يا سلام مركزيها من الأبحاث تتقدم في هذا الموقع المركز الثالث هناك نهاب وسعيد بن حمد بن محمد الشامسي الملعاي يقدم شهار في المركز الرابع في هذه اللحظات يحيى بن علي الملعاي ولكن الزمول حتى هذه اللحظات مركزت بعدها يعني انتظروها الآن لازلنا في حزام الغابات والكل يعني يترصد للآخر من خلال وجود هذه الاسماء القمم هذه الاسماء اللي حصدت النواميس حصدت السيوف حصدت السيارات حصدت الكثير من الانجازات اليوم شاركتنا في أشواطنا الخاصة والأولى في هذه الأمسية بينما هناك المركز الخامس يتقدم هنا في المركز الخامس أيها المشاهدين العزاء غازي واصل غازي واصل حمدان بن خليفة بن ثاني النعيم يصل كاملا كذلك أبو حمدان مع إنتاج المختبر المركز السادس هنا تقدم بن دري يقدم مرعي حمد بن سالم بن دري أو أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي ولكن شوف بن كليب شوف بن كليب ينضم إلى قافلة الأسماء العملاقة ويقدم كذلك غازي الله يا كذرهم يا كذرهم غازي في هذا الشوط السلال الهملولية ما شاء الله سيف بن علي بن كليب أيضا يقدم غازي ثلاثة حتى اللحظة أمامكم في هذه المواجهة العملاقة من سلالة هملولية من سلالة غازي المختبر بينما هناك تقدم واختلاط الحابل في النابل اختلاط الحابل في النابل مواجهة مواجهة تحدي كبير من أشواط هذا المهرجان أشواط مهرجان يعني تحمل العديد من الأسماء لأول مرة تصل الأعداد للكبار في الستينات في الخمسينات بينما نحن دائما نسير في إنجاز مهمة جميلة جدا وهي مهمة التعليق في متابعة ما يدور من أحداث في مهرجان سيدي ولي عهد دبي لأن الأعداد المشاركة لأن المسمى تحتفل بها من خلال وجود الأسم فقط إن المشاركة تشاهد كل الأعداد كل الشعارات لن تغيب عن المشاركة بل تأتي للمشاركة الثابتة والدائمة فخر لها دائما بكل المشاركات عودة إلى غازي المسيطر على المركز الأول سلطان بن حمد بن عميرة الشامسي يتقدم إلى المركز الأول المركز الثاني وافي هنا حمدان بن حمد بن راشد بن غدير كذلك يقدم وافي في هذه المشاركة بينما المركز الثالث والرابع قادمين غازي وغازي هنا يأتي سيف بن علي بن كليب على المركز الثالث المركز الرابع غازي لحمدان بن خليفة بن ثاني النعيمي مقدما كذلك غازي المركز الرابع وصل راعل يمشى في هذه اللحظة وصل مع العصوف حمد بن سالم أو حمد بن هيان العام ليتقدم راعل يمشى أبو سالم ليقدم لنا العصوف وبينما الشعاري بالحب من الجانب الآخر ها هو محتفل راشد بن سعيد بالحب العاملي يا السلام واصلين الجماعة الكل قادم الكل قادم بدأ يشهر الآن ويكشر عن نياب مفنود قادم عبدالله بن طويرش الوهيبي ولكن لايحة الإعلان تحتم علينا العودة الفميتين على خط النهاية عبدالله بن طويرش بن محمد الوهيبي ممثل السلطنة لكن الكل تحرك الكل تحرك مع الزمول المحليات الأصائل مع المحليات الأصائل ولكن وافي وافي حتى اللحظة وافي الواثقة حمدان بن حمد بن راشد بن غدير بن غدير لا زال على المركز الأول مسير لا زال على المركز الأول مسير يتقدم هنا غازي بهذا الانطلاق الوافي المركز الثاني وصل مفنود عبدالله بن طويرش بن محمد الوهيبي ولكن السلام أظنه راح لهالي مرغم أظنه راح لهالي مرغم أهالي البيرق البيرق للمرة الثانية على التوالي حتى اللحظة البيرق البيرق بأيدي أمينة مع بن غدير مع بن غدير وافي مسيطر وافي مسيطر مفنود يحاول باللحظات الأخيرة لديه فرصة أخيرة حتى هذه اللحظة مفنود وافي وافي ومفنود ولكن وافي مشاهدين العزاء يشير بعقارب الساعة بالتحية الناموس السلام إلى هالي مرغم لحظات الوصول حمدان بن حمد بن راشد بن غدير اللحظة الأخيرة اللحظة المثيرة اللحظة الحساسة ولكن وافي 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 ينتزع المركز الأول حمدان بن حمد بن راشد بن غدير غازي قادم ولكن ينهي الشوطة وافي لصالحة بأول انطلاقات لسنة الزمول وافية الزمول المحليات سلام مرغم سلام المركز الثاني غازي سلطان بن حمد بن عمير الشامسي مفنود حلف المركز الثالث لعبدالله بن طوير الشلوهيبي المركز الرابع المبارك بن محمد بن نصر العامري بينما المركز الخامس يأتي شعار بن جعفر هنا حيث يتقدم في هذه اللحظات الرعد تعود مكيسة لعبدالله بن جعفر بن مرخان نعود للتوقيت الزمني واثنى عشر دقيقة ستة واربعين ثانية بالوفاء والتمام والكمال والتانية بلا شكلها حمدان بن حمد بن راشد بن غدير على فوز يوافي بالمركز الأول وتحقيق الانتصار عاد غازي للمركز الثاني باثنى عشر دقيقة ستة واربعين ثانية خمسة أجزاء من الثانية تهانينة والناموس لمالك غازي سلطان بن حمد بن عمير الشامسي بينما حلف المركز الثالث مفنود عبدالله بن طويرش بن محمد الوهيبي سجل اثنى عشر دقيقة ستة واربعين ثانية سبعا من الزام الثانية والتوقيت الزمني تهانينة والناموس على هذا الفوز والانتصار